وإذا قال أهل العلم أصل ضلال الخلق في أمرين عظيمين إما تشبيه الخالق بالمخلوق وإما تشبيه المخلوق بالخالق أصل ضلال الناس إما أن يرفعوا المخلوق ويغلون فيه حتى يجعلونه إلها أو أنهم يتنقصون الخالق سبحانه وتحتى يجعلوه كالمخلوق إما في جعل المخلوق خالقا أو جعل الخالق مخلوقا هذا أصل ضلال الخلق كما قال أهل العلم